ممكن ياخد دوري؟ بص هو الدوري هيبقى صعب شوية يعني بقول يعني كاس مصري ده متاح يعني بطولة كاس مصري قريبة 6 متشاط ممكن تقدر تخطف هيبقى معك جمهور وهيبقى فيه زخم يعني مثلا انا اقولك حاجة لما يقولك مثلا ايه وفاركو وسيراميكا وفيوتشارو الاندال اللي معلهاش قاعدة جمهورية ممكن صعب تاخد الدوري عشان ما عندهاش الضغوط الجمهورية اللي عند الاندال جمهورية بس المصري لو بقى عنده الامكانيات المادية وعنده اللاعبين وعنده جمهور المصري ايه اللي يمنع اللي المصري ياخد دوري؟ وحاسك ده بقى تهيئت له كل الظروف المفروض هو قريدي يعني اجواء الناد المصري ما عشاش قبل كده خلينا واقعين الناد المصري عمره ما احرز بطولة الدوري ولا حتى نافس عليه بس دلوقتي ده مختلف انا اقولك حاجة بصراحة في السنوات ماضية كان ممكن مثلا اللي بين الاهل والزمالك يبقى واضح مع كل الفرق في السنوات ماضية دلوقتي كوالة اللاعب اصلا يعني اللاعبين كلهم قريبين الى حد ما في الشكل درجة او درجتين زيادة فسهل يا سهل على المصري وسهل على بيرامدس وسهل على فيوتشار وسهل على كل الاندية اللي ممكن تكون بتنافس هو بصراحة يعني التركيبة من بعد دخول بيرامدس الدوري غيرت فكرة الاندية كلها ايوا اللي هو قولي لا يا طماعة الدنيا وخلي بالك برضو الفروق ما بين اللاعبه برضو مش احسن حال ولكن هو المهم اداريا هو معلش احنا بنقول مثلا والنادي الاهلي نجح من فراغ لا مش من فراغ اول ما فيه هزة بسيطة بدأت تبص على المشاكل شوية انا من وجهة نظري الاهلي بيلم نفسه وهيلم نفسه الفترة القادمة بس اهم حاجة اداريا انت فيه دوافق بتاعتك تماسك خلي بالك انت وارد جدا في الدوري الممتاز تسقط منك مطشاط وتخسر مطشاط وتبقى بس اللي بيميزك ان انت لأ انت عندك الحافز ان انت تقوم تاني فاتمنى ان ان شاء الله بإذن الله اشوف الكلام ده مع كامل ابو علي واهاب جلال ويبقى فيه الحافز ده ويبقى فيه الطموح ده بالنسبة للعيبة خلي بالك انت عشان تاخد دوري ممتاز لازم يبقى انت فيه خطة مبنية من اول السنة ديات Нам يعني انا لو هاخد بعد اربع سنين وهامش على التراك المزبوط أم وهتعلم سنه ورا سنه ازاي احافظ على المطشاط بتاعتي ازاي لما اخسر يبقى عندي الهدف والحافز ده مشروع يعني ممكن ما تنجحش فيه خلي بالك مع قوة إمكانيات بيرمت فاشل ان هو ياخد دوري 嗯 في الوقت الحالي بس ده ليه عشان برضه ينقص حاجة من اللي بتدفعه اللي هو الجمهور عنده إمكانيات مادية عنده لعبين رؤيين عنده مدير فن قوي عنده كل حاجة عنده جهاز إداري أعتقد أنه ما فيش أنا بسمع أنه يعني مكافآت بتاعته والشكل الإداري بالنسبة له ما فيش مشاكل خالص ولكن برضو الحافز الضغط الجمهور ممكن الجمهور يبقى دافع ليك وممكن يبقى ضدك خلي بالك يعني وشفناه على فكرة فقندية كتير جدا يعني يعني الزمالك السنة اللي فاتت لا يعني كان جمهوره داعم ليه بشكل كبير جدا لو سنين سبقى جمهور الزمالك لا كنت هتلاقيه يعني ما كانش واقف مع الفرق بالشكل المطلوب وعلى فكرة بنشوفها برضو في فقندية الأهلي لما بيحصل تعصرات أو مشاكل بتلاقي جمهوره على طول في ظهرك